أصيب ثمانية مواطنين بجروح جراء تفجير عبوات الناسفة زرعها إرهابيون على جانب طريق مجاد الأم الزيتون بمنطقة اللاجات في ريف السويداء الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة السويداء أن ثلاثة عبوات الناسفة معدة للتفجير عن بعد زرعها إرهابيون على جانب الطريق انفجرت عند مرور ميكرو باص لنقل الركاب ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين وألحق أضرار مادية بالباص وفكك عناصر الهندس عبوتين ناسفتين تبلغ زينة الواحدة منها نحو عشرين كيلو جراما في المكان